شتم الصحابة مبادئ في الحوار والتقريب وذكرت مبادئ يعني عشرة ومنها اجتناب سب الصحابة هذا أمر هو من أخطر الأشياء التي بيننا وبين الشيعة مسألة سب الصحابة لأن الصحابة هم خط الدفاع الأول هم الذين حفظوا لنا القرآن ورواوا لنا السنن وهم الذين فتحوا الفتوح من الذي نشر الإسلام في أنحاء العالم هم الصحابة هم خير القرون التي جاءت فيهم الأحاديث خير القرون القرني ثم الذين ينوم هم الذين ذكرهم القرآن يعني والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضو عنه يعني حتى الذين اتبعوهم فما بالك بهم هم ولذلك كان سب الصحابة من أخطر الأشياء سب الصحابة فضلتكم يعني هل يجب الكفر هل يجب التفسيق أم ماذا إذا يعني لم يكن له تأويل ما يعني تأويل ما فهو كافر ما كان له تأويل هذا حتى شيخ الإسلام الإسلامية وكثير من العلماء لا يكفرون به إذا كان وإلا حنكفر الفئة كلها ولكن بعض الصحابة يعني إذا كان مثلا أقول لك الصحابة كلهم ارتدوا بعد النبي على الصورة هذا كلام أو بعض الناس يعني يتهم عائشة بعد أن برأها القرآن ونزلت فيها الآيات البينات في صورة النور لو لا جاءوا عليه بار بعض الشهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأوليك عند الله أم الكلام لو لا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكو مبين من يقول هذا هذا يعني لا شك في كفر فضيلة الدكتور في العراق سمعنا وقرأنا الكثير من الناس يكفرون من يتعامل مع الاحتلال من يهادن الاحتلال وربما ذهبوا إلى تكفير المذاهب الأخرى فما هو الحكم في ذلك من يهادن الاحتلال أيضا ما الدافع إلى هذا يعني هذا الاحتلال يعني هل هو ضعف هل هو المهادنة ولا هل هو يعني يؤيده لكفره يعني يعني يؤيده لما يحمل من مفاهيم ومضامين هذا يعني طبعا حسب الضعف بعض الناس يعني ضعفاء للأسف أو يسيرون في ركاب البتاع هؤلاء يعتبروا مثل مرتكب الكبائر يعني بصفة عامة ولكن إذا كان هذا معه مولاة حقيقية يوالي هؤلاء يتخذهم أولياء له من دون المؤمنين فهذا هو الذي جاء فيه قول الله تعالى وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ في هذه الحالة أنه يقف مع الكفار المعادين للمسلمين ضد إخوانه المؤمنين فهو منهم في هذه الحالة ولذلك في بعض في كثير من تاريخنا المعاصر نجد العلماء في تونس حينما كان هناك الاستعمار الفرنسي وكانت تونسيون يقاومون الاستعمار في بعض الناس سعى إلى طلب الجنسية الفرنسية فأصدر علماء تونس فتوى بتكفير من يحمل أو من يطلب الجنسية الفرنسية لأنه اعتبروا طلب الجنسية الفرنسية في هذا الوقت معاداه للأمة ومقاومة فقوموه بمثلها فأحيانا أيضا يقتضي الأمر من العلماء حينما يجدون خطر خصوصا حينما تكون موجة دماعية أن يقفوا ضدها ويحكموا بكفر أصحابها إذا ظهر عليهم الولاء أو المولاء الحقيقية للكافر المعادي لأمة الإسلام فضيلة الشيخ الدكتور ما المعتقدات التي تعتبر كفرا وقد تورط ربما بها عدد كبير من الفرق العقائدية هناك أشياء أساسية ذكرنا قلنا منها إذا اعتقاد أن القرآن مثلا محرف أن أنكر شيء من القرآن الكريم لو أنكر صورة الإخلاص أو صورة الكوسر أو آية حتى من القرآن الكريم هذا يخرجه من أو أنكر معلومة من الدين بالضرورة أنكر أي معلوم من الدين بالضرورة في العخيدة أو في الشريعة يعني فيما يتعلق بالعقائد الإمام الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ما يتعلق بالشرائع بالمحرمات وصول المحرمات بالكبائر الموبقات بالأحكام الشرعية القطعية في أحكام شرعية قطعية في العبادات والمعاملات والحدود والقصاص والزواج والنكاع والطلاق في أحكام قطعية إذا أنكر أي معلوم من هذا هذا ما يسميه العلماء المعلوم من الدين بالضرورة ما معنى معلوم من الدين بالضرورة يعني لا يحتاج إلى إقام الدليل عليه يعرفه الخواص والعوام هل يحتاج الإنسان إلى أن يقيم الدليل على فرضية الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحد أو حرمة القتل أو الزنا أو شرب الخمر هذه معلوم من الدين بالضرورة أو إن الإسلام شرع أهل أهل الزواج وشرع الطلاق وشرع تعدد الزوجات هذه أشياء معلومة من الدين فمن أنكر معلوما من الدين بالضرورة يُحكم عليه بالكفر قالها العلماء الإبام النوى وغيره إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام حديث عهد بالإسلام يعني لسه ما رسخش عنده الأشياء يحتاج إلى وقت حتى يعرف إيه هو المعلوم من الدين بالضرورة أو كان يعيش ببادية بعيد عن أمصار المسلمين وعن دور العلم وعن كذا هذا بيعطل العلماء لون من العذر حتى يُعطى مهلة للتفقه في الدين والوصول إلى العلم والمعرفة من أهله فيما يخص المكفرين الغلات هل غلوهم في التكفير يبيح أن نكفرهم أو أن نستحل دماؤهم لا نبغي أن نعالج الخطأ بخطأ مثلي كون هما ارتكبوا التكفير لا نبغي نحن أن نكفرهم لأنهم ربما كان لهم كانوا مخطئين مجتهدين أخطأوا في تكفير الناس فلا ينبغي أن نحكم عليهم بالكفر الأصلنا لا نحكم بالكفر إلا إذا كان عندنا كما جاء في الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان هذا هو الذي نحكم بكفره موسيقى